الهاجس الأمني وحد جميع المدن الكبرى التي استقبلت عام 2017 رغم الاختلاف الزمني الكبير بينها فسماء سدني التي اشتعلت بالأضواء والألوان لا توحي بما كان يجري خلف الكواليس على الأرض من تعبئة لأجهزة الأمن التي وضعت في حالة تأهب قصوى لتأمين احتفالات رأس السنة ونشرت السلطات ألفي شرطي إضافي في سدني بعد توقف رجل أطلق تهديدات مرتبطة بعيد رأس السنة وكشف مخطط إرهابي ليوم عيد الميلاد في مالبورن وفي دبي التي أصبحت بمرور السنين مكانا مثاليا لقضاء احتفالات رأس السنة لتقصها المعتدل في هذا الفصل وتوفر عامل الأمن فيها عدت أجهزة الأمن خططا استباقية لتأمين الاحتفالات ونشرت الشرطة مئات الدوريات والفرق الميدانية ووضعت رجالها في حالة تأهب قصوى لتأمين كل مناطق الفعاليات الخاصة بالاحتفالات وليس بعيدا عن دبي في العاصمة العراقية التي تشهد نزيفا منذ 13 عاما شهدت بغداد واحدة من أبها لياليها حيث اشتعلت سماؤها بالألعاب النارية التي انطلقت خصوصا من برج بغداد وأتابعها الآلاف صبيحة اليوم الأخير من العام الماضي أسفرت هجمات في منطقة السنك عن مقتل وإصابة العشرات في مشهد تكرر مرارا خلال أيام السنة في برلين التي شهدت هجوما داميا الشهر الماضي وضعت السلطات كتلا اسمنتية وعربات مصفحة على طرق الرئيسة المؤدية إلى بوابة براندنبورغ وفي كولانيا احتجزت الشرطة مجموعة أشخاص متحدرين من شمال إفريقيا وحالت دون حضورهم الاحتفالات فيما زادت السلطات عدد عناصر الشرطة المنتشرين بأكثر من الضعف بعد عام على موجة اعتداءات جنسية العاصمة الفرنسية باريس التي شهدت اعتداء مروعا في تشرين الثاني نوفمبر العام 2015 احتشد نحو نصف مليون شخص مساء السبت في جادة الشانزليزي وبلغت الإجراءات الأمنية ذروتها قبل بدء العام الجديد مع حجد نحو مائة ألف شرطي ورجل أمن في البلاد وفي مدينة نيويورك التي تمثل عصب الاقتصاد الأمريكي شهدت منطقة الاحتفالات في ساحة تايمس سكوير تأهبا أمنيا سبق حلول رأس السنة بعدة أيام وقد أغلقت الشرطة منطقة الاحتفالات أمام حركة المرور لتأمين أكثر من مليون محتفل توفد معظمهم من خارج المدينة من استراليا إلى أبعد نقطة في الولايات المتحدة يستقبل سكان المعمورة 2017 بأمنيات في تحقيق الأمن والازدهار وهي ذات الأمنيات التي ترددت مع بداية العام الماضي الذي كان مليئا بالخيبات خاصة على صعيد الأمن موسيقى